الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الواحد والاشتين من أكتوبر القوات الروسية تقدمت في سبع اتجاهات تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة تذكروا سبعة اتجاهات وطبعا أتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديو لينضم أصدقائكم إلينا ولا تنسوا حضرتكم الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة بمنطقة دانياتسك في اتجاه قطاع أغلدار تمكنت الوحدات الروسية من إحراز مزيد من التقدم في جنوب كاترينيفكا تقدم الوحدات الروسية في هذه المنطقة كانت بعمق أقصى 330 مترا على امتداد 870 مترا استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة تتقدم على طول النهر هنا وتحاول تطويق القوات الأوكرانية الموجودة في كاترينيفكا على هذا النحو إضافة إلى ذلك دول ننسى أن هذا الجسد جرى استهدافه في هذه المنطقة وجرى قطها الاندادات وبالتالي تحاول لربما القوات الروسية استكمال السيطرة عليها بعدة اتجاهات وأيضا التقدم نحو أنتونيفكا أيضا التي تتعرض لها جمالات من قوات الروسية ولكن لم تستطع القوات الروسية إحراز تقدم في هذه المنطقة منذ أسبوعين اكتفت فقط بالسيطرة على الجزء الشرقي وأكملت عملياتها بإترجاه كاترينيفكا أيضا إلى الشمال قليلا كانت تقدم للوحدات الروسية إلى شمال كوستانتينيفكا وإلى جنوبي بابيدا استطاعت الوحدات الروسية التقدم والسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزعري منطقة بعمق أقصى 1.2 كم وعلى امتداد 4 كم استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة كما تلاحظون تنشط القوات الروسية في هذا الاتجاه حيث تحاول التقدم إلى الأمام عبر الضغط في هذه المنطقة جنوب ماكسيمييفكا وهذه المنطقة وهذه المنطقة وكلها تؤدي إلى الأمام بمسعى آخر أو بمعنى آخر التقدم نحو هذا المسعى هنا في هذا الاتجاه إضافة إلى ذلك فيما يتعلق باتجاه كورخوفي وبوكروباس استطاعت الوحدات الروسية إحراز مزيد من التقدم في يرنك في الضواحي هنا تقدمت الوحدات الروسية بعمل قياس إلى ثلاثمائة وتسعمائة وبامتداد ثلاثمائة وثمانين مترا وسيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون تواصل هذه الوحدات عمليات عسكرية للسيطرة على كامل برد ترنك مدعومة بعمليات بهذه الاتجاهات المختلفة كما تلاحظون تشن الكوات الروسية بجمالات كبيرة في هذه المنطقة والهدف السيطرة على تكتل الكوات الأوكرانية في هذه المنطقة حيث يحتجت الكثير جميع من هرب من هذه المنطقة وتراجع وانسحب تم تجميعه في هذا الاتجاه وأيضا بعض الوحدات جرى سحبها إلى القلف قليلا لذلك معركة همة هذه المعركة مرتبطة بمعركة جنرل دانياتسك وجميعها مترابطة مع بعضها البعض وتؤثر على خطوط الإمداد للمناطق المجاورة أيضا في اتجاه سيريدوفي استطاعت الوحدات الروسية في هذا التقدم السيطرة على اتجاهين اتجاه الأول السيطرة في هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون هذا التقدم هنا بعمق يصل إلى 270 مترا على الانتداد 915 مترا سيطرت الوحدات الروسية على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون وأيضا سيطرت في هذا الاتجاه بالقرب من المنطقة هنا على هذه المنطقة باللون الزهري بعمق يصل إلى 970 مترا وبعرض 488 مترا القوات الروسية تواصل هجماتها في الجهة الشرقية تواصل تقدمها ولكن أعود وذكركم أن أغلب التحصينات والدفاعات الأوكرانية تتركز في هذه المنطقة حيث توجد الأبنية الشاهقة لاحظوا الفرق هنا هذه المنازل العادية وهذه الأبنية الشاهقة في وسط المدينة هنا يتركز الدفاع الأوكراني بشكل كبير وقوي إضافة إلى ذلك تواصل وحدات الروسية الاشتباك مع الكوات الأوكرانية في اتجاه الفيشنيفي وفي اتجاه المنطقة هنا التي سيطرت عليها صباحا وهنا بالمناسبة أعود وأطلب من حضرتكم مشاهدة جميع الفيديوهات التي أقدمها وليس فقط فيديو واحد عن روسيا وأوكرانيا أيضا أحاول عرض المزيد من التطورات العسكرية حول العالم في هذه القناة إضافة إلى ذلك أحبائي الكوات الروسية كانت تواصل طوال اليوم أيضا تقدمها باتجاه محور كريمينا كوبيانسك في هذه المنطقة استطاعت الكوات الروسية التقدم مجددا باتجاه طبعا بين ترني ونوفوسا دوفي تقدمت الوحدات الروسية بعمق قياس الـ 220 أمتار على امتداد 1.2 كيلومتر وسيطرت على كامل هذه المنطقة طبعا تقدم مستمر طوال الوقت بين القوات الروسية بين نوفوسا دوفي وترني تحاول القوات الروسية كما اشانا فقط سابق تطويق هذه المنطقة من الشمال وطبعا هي موجودة على كامل الشرق والتطويق من جهة الجنوب وطبعا يوجد في الغرب المسطحات المائية على هذا النهر وبالتالي تحاول فرض أمر واقع على الوحدات الأوكرانية والسيطرة عليها على كامل هذه المنطقة ودفعها للتراجع أما فيما يتعلق باتجاه زلاتوفي والمنطقة هنا فكانت الوحدات الروسية بدأت بعملية عسكرية باتجاه بيشوت رافنيفي تقدمت الوحدات الروسية باتجاه هذه البلدة ووصلت إلى مشاريفها انطلقت من فيشنيفي تقدم هنا كان بعمق 2 كيلومتر وبعرض 800 مات استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري طبعا هنا يوجد حجود الكوات الأوكرانية ربما تقتضي الخطة الروسية القيام بعملية تطويق عبر التقدم من هذه الجهة والسيطرة على هذه البلدة وتطويق المجموعة الأوكرانية الموجودة في هذا الاتجاه طبعا لننتطر إلى أين ستأول كل هذه الاشتباكات ولكن حتى لحظة هذه الصورة الواضحة قد يطرأ أمر آخر لا أحد يعلم أما أيضا في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف فالوحدات الروسية تواصل توسيع سيطراتها كل يوم كل فيديو هناك تقدم للوحدات الروسية تقريبا في هذه المنطقة استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري هذا التقدم كان بعمق 1.3 كم أقصى وبعرض 627 مترا استطاعت الكوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة كما تلاحظون باتت هذه المنطقة كليا معزولة نبقى ومعنى آخر عزلت كوبيانسك عن زفاتوفو وعن كريمينا وبالتالي عمليات تقدم هائلة الوحدات الروسية في هذا القطاع ككل في مسعى منها للضغط على الكوات الأوكرانية دون أن هناك اشتباكات مستمرة في اتجاه روريفكا واتجاه فيرخو كاميانسكي في اتجاه سيبيرسك وأيضا دون أن هناك معارك مستمرة في اتجاه هذه المنطقة الهمة التي قلت لكم أنها ليس فقط تؤدي إلى الشيزي فيار بل هي على الطريق إلى كوستانتينيفكا وبالتالي نربط المعارك كلها ببعضها البعض كما تلاحظون تضغط القوات الروسية بقوة واحدة باتجاهات مختلفة للضغط على الكوات الأوكرانية وتشتيتها ومنع نقل قوات من اتجاه إلى اتجاه آخر أمر إضافي آخر أحبائي كثيرون يسألون عن كورس دوما في حال لم يكن هناك تطورات لا أذكر الجبهة أحبائي كي لا أضيع من وقتكم ويضيع من وقتي في كلام لا معنى له وبالتالي حين يكون هناك معارك أقول وحين يكون هناك تقدم أو تراجع أو مساعدات عسكرية أو غير من تطورات عسكرية أتحدث حول ذلك إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالمنطقة هنا والمعرك هنا مزايد الاشتباكات مستمرة لم يستطع الروس حتى اللحظة إغلاق المنطقة هنا الأوكراني يوصلون هجمات المضادة باتجاه فيكتوروفكا هذا كان كل شيء بالنسبة لكورسك وبالنسبة لكامل التطورات في أوكرانيا أي جديد سوفقكم به لاحقا رجاء لا تنسوا دعم القناة الانضمام إلى القناة مشاركة الفيديو وطبعا الدعم المادي لهذه القناة لأنها مستمرة بدعمكم فقط ليست ممولة من أي دولة أو أي جهة أو مؤسسة بل من حضراتكم فقط التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو يمكنكم سؤالي حول كيفية الدعم وشكرا لكم دوما على كامل محبتكم صدقتكم ودعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر